اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده اللي يتحسب يمكن الاتحاد الافريقي السنة دي هو السبعات ست ملاعب من ملاعب الاندية المشاركة في البطولة نتيجة عدم استفاقهم للمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي في موعد اقصى 20 ديسمبر وده معناه ان فيه ست فرق مش هتلعب فيه ملاعبها حتى اللحظة ايه ممكن يكون البديل هل ممكن يحصل نقلة نوعية او الفرق دي تكون قادرة انها تطور من ملاعبها وتستوفي المعايير وهل ده مسموح من الاتحاد الافريقي قبل 11 فبراير وده المعادة اللي تم اعلانه لانطلاق البطولة الاهم من ده الحقيقة اللي كنت اتمنى اشوفه السنة دي يعني اذا تخطينا مشكلة سوق الملاعب وده وجهناها في كتير من المطشط واخرها السنة اللي فاتت اذا تفدنا النقطة دي وتأثيرها على قوة البطولة فما كانش ابدا متوقع ان احنا نبتدي البطولة دي من غير فار وده اللي الاسف الشديد جدا ما حصلش البطولة في دور المجموعات على الاقل هتقام بدون تقنية الفار الكلام المؤكد انها في قبل النهائي هيتم تطبيق تقنية الفار دور التمانية لسه فيه عليه كلام هنتابع ونشوف مع حضراتكم وخلينا اقول لكم برضو الشيء بالشيء يسكر الموسم الاسوأ على الاطلاق فيما يتعلق بجدوى الموعيد وارتباطات النادي الاهلي على مدار الموسم يعني خدوا بالحضراتكم اللعيبة اللي احنا يمكن واحنا منتكلم على ماتش فيوتشر قولنا انها جاية من المنتخب الى حد ما على المستوى البدني ومش هقدر استبعد المستوى النفسي متأثرة بشكل سلبي خدوا بالحضراتكم انه اغلب لعبة النادي الاهلي او القوام الاساسي مشاركة مع منتخب مصر مشاركة مع منتخب مالي مشاركة مع منتخب المغرب مشاركة مع منتخب تونس في بطولة امم افريقيا وهي بطولة بالتأكيد هي الاقوى على مستوى القرى وخصوصا في ظل مشاركة المحترفين اللي بيلعبوا في الدولات الاوروبية هترجع من بطولة في منتخب القوة عشان تروح على مستوى الاندية للبطولة الاقوى برضو على مستوى العالم كل وهي بطولة كاس العالم للاندية المنتظر نبتدي فيها او تبتدي البطولة يوم خمسة وده بالتأكيد هيكون صعب يعني اذا كنت انت طالع من سوبر راجع لدوري وجهت مشاكل فما بالا كنت طالع من بطولة امم افريقيا رايح لفين رايح لكاس علام اندية رايح تقابل مونتري وزا ربنا كرمك بفوز رايح تقابل بعدها بلميراس بطل برازيل وامريكا الجنوبية ورايح تقابل بعدها لو ربنا طبعا نتمنى ان شاء الله نوصل للنهائي نلعب معه غالبا هيكون شلسي يعني اغلب الزن محدش يتوقع حد تاني غير شلسي في نهاية البطولة فبالتالي والنهاية ده يوم اتناشر يوم اتناشر اللي هو ايه اللي هو اول ايام بطولة دوري ابطال افريقيا شيء في منتهى الصعوبة وغالبا طبعا يعني عشان ترجع تلعب محلي تاني مع الجدول اللي تم اعلانه في بطولة دوري الابطال انت تقريبا هتلعب كل يومين ماتش يعني ازا كنت السنة اللي فاتف بتشتكي ان انت بتلعب كل ثلاثة يوم ماتش فانت السنة دي بيتم معاقبتك وهتلعب كل يومين ماتش شئت اما بيت هتلعب مطشوتك دي كلها امتا يعني ضريبة نجاحك انك انت يتضغط او تتضغط مطشوتك في مختلف البطولات وتبقى طالع من بطولة لبطولة مش حتى تلتقط انفاسك زي ما بيقولوا على كل احوال خلونا نبدأ الحلقة والكلام طبعا على بطولة افريقيا وعلى المجموعة انا بشوف انه تقدر تقول كده ان المجموعات كلها متوازنة صحيح ممكن في بعض الاوقات كافة فرق عن فرق تميل بشكل كبير جدا هنحاول نقرى طبعا برؤية النهاردة واحد من كبار النجوم النادي الاهلي طبعا كابتن شريف عبد المنعم هو اللي شرفنا هنتكلم معاه على بطولة وهنتكلم معاه على القرعة واقول لحضراتكم كل المستجدد خليني ابدأ معكم حلقة النهاردة بها اهم الاخبار والعنوين وموسيماني اللي اكسبها ورفع كاسها مرتين سحب القرعة وبيقول مجموعة الاهلي لن تكون سهلة وهدفنا الفوز بكل البطولات صحف جنوب افريقيا عن مواجهة الاهلي وسانداونز موسيماني يعود مرة اخرى المنتخب الوطني يخود امم افريقيا بدون اي مباريات ودية والكاف يعلن استبعاد ملاعب ستة اندية في دوري ابطال افريقيا قرار نهائي كيروش يستقر على ضم عمر السولية لقائمة المنتخب الوطني في امم افريقيا ورسميا باشتونا يعلن ضم فيران توريس حتى عشرين سبعة وعشرين الحقيقة انا مش لايق اهم من موضوع الاجندة بتاعت السنة دي يعني يعني انا الواحد بي مسك الكالكليتور وقعد يحسب كده ويحاول يشوف عدد المباريات المحتملة يعني خلينا اتفل اول على حاجة احنا ايه اهدفنا سواء كمنتخب مصر او كنادي اهلي السنة دي لما نيجي نبص الاثنين وعشرين اتنين وعشرين كده ايه طموحاتنا منتخب مصر ما عندوش طموح اكبر مع كل احترام لكاس امم افريقيا يعني طبعا لو جبنا اللقب بحدش هيزعل مهمة صعبة ولكنها مش مستحيلة لكن بالتالي بالنسبة للمصريين الاهم الاهم من الهدف ده هدف مهم وكبير جدا بس الاهم بالنسبة لنا نوصل كاس عالم حد يختلف ما اعتقدش كاس العالم مشاركة مصري في كاس العالم اهم بكتير جدا من مشاركته كلام بس عشان متاخدش على محمل تاني او حد يفسره ويقول احنا رايحين افريقيا ليه وراحين عشان تمثيل مشارف لا انا نفسي المنتخب المصري طبعا ياخد امم افريقيا دي هتبقى دفعة كبيرة جدا حتى في المرحلة الاخيرة من التصفيات لكن بقول انه الاهم يعني لو حطينا الكفتين مع بعض او البطولتين مع بعض الاهم من المنتخب مصري يوصل كاس العالم طيب خد بالك بقى من الموسم اللي مفترض انه انه اوصل في اخر السنة 2022 لانه المنتخب المصري وصل خلاص كاس العالم تعال نشوف حجم المباريات اللي هيلعبها او تلعبها الفرق المصرية اللي بتدي او بتغزي المنتخب الوطني بقوامه الاساسي والرئيسي فريق زي النادي الاهلي تمام حضرتك طبعا بعد الاعلان عن القرعة المبدئية لبطولة امم افريقيا عندك في يناير كله مخصص تقريبا لبطولة امم افريقيا ده شهر يناير تمام هتخلص الاهلي يطلع على كاس العالم يلعب كاس عالم اندية يخلص يجي يلعب على دور المجموعات في بطولة امم افريقيا في شهر فبراير عندك ثلاث مطشوات خليني بالمرة كده يعني واحنا بنعدي نقول لحضرتكم الموعيد الاهلي هيلعب المريخ في افتتاحية المشوار 11 او 12 فبراير ده مباراة لو وصلنا اتمنى طبعا نوصل نفسي الاهلوية كلهم نفسهم يوصلوا لمباراة النهائية اين كانت النتيجة بس نوصل نهائي كاس عالم لو وصلنا نهائي كاس عالم اندية معناه ان مباراة الاهلي ضد المريخ مباراة مؤجلة وحتى يعني لقدر الله لو موصلناش المباراة النهائية عندك هترجع من كاس عالم اندية ما فيش حاجة اسمها داولي هترجع على ام افريقي على طول عندك ثلاث مطشوات 11 و 12 فبراير المريخ 18 او 19 بعدها باسبوع عندك الهلال السوداني وتختم الدور الاول من المجموعات مع ماماليدي ساندونس 25 و 26 فبراير تمام؟ خش على مارس مبدئيا 3 ارتباطات دولية للقوامل الاساسي من النادي الاهلي عندك 3 مطشوات في بطول الدولي الابطال عندك 11 و 12 ساندونس هناك برا عندك المريخ السوداني هنا 18 او 19 وعندك الاهلي ضد الهلال السوداني 1 او 2 ابريل يعني ده دي مطشوات شهر مارس دوليا بالنسبة الاهلي حط على 3 مطشوات دول مطشين تانيين مطشين تانيين بتوع المرحلة الاخيرة من تصفات كاس العالم اللي مفترض انهم يتلعبوا في مارس الجاي فضل لك كام على الموسم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 5 شهور هتلعب فيهم 27 مطش في الدولي هتلعب فيهم لو كملت يعني لو كملت البطولة بتاعة كاس السنة اللي فاتت هيبقى ان شاء الله عندك 3 مطشوات تانيين ادي وصلنا 30 هتلعب فيهم قبل نهائي وانهائي جسر ربطة ادي 32 مباراة عندك 5 مطشوات في افريقيا لو وصلت النهائي ادي 38 مباراة في ادي ايه في 5 شهور حد حسب الحزبة والسؤال الاهم بقى يعني سيبك من الحزبة اللي ملهاش عقل ولا منطق دي السؤال الاهم اللعيبة اللي لعبة المباراة دي كلها سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي في كل بطولات محليا وافريقيا ودوليا حالتها هتكون ايه وانت بتستعد لبطولة كاس عالم جاي يعني السيزن المرهق ده واحنا طالعين احنا بقلنا سنتين بنقول بنغلي نفس الاغنية انت بقى لك سنتين بتتكلم تلاحهم المواسم الاصابات الاجهاد كل ده بيأثر على ان اهلي بشكل اساسي والاهلي هو المغزي الرئيسي يعني طبعا مع كامل احترامه والتقدير لعبتنا الاجانب المحترفين في الاهلي معلول وديانجو وبانون لكن في النهاية ده لاعب في كل منتخب لكن انت في منتخب مصر عندك 7-8 لعيبة هتعمل ايه على كل الاحوال احنا هل غلطنا يعني هل غلطنا غلطة كبيرة جدا بنظرتنا للمسم ده وتقديرنا للامور هل ما كناش شايفين او قادرين حتى ولو ما كانش فيه تواريخ انا عارف انه لم يكن هناك اجندة او تواريخ محددة لارتباطات الاندية المصرية لكن في النهاية كان معروف ان عندنا اربع عندي يلعبوا في افريقيا وكان معروف جدا 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 انه الاهلي والزمالك يعني يعني ممكن مشوارهم يمتد الاهلي بالذات الاهلي حامل لقب اخر موسمين حامل لقب دوري ابطال وحامل لقب كاس سوبر يعني مرشح بقوة انه يوصل مباراة النهائية وابدا لم تكن يعني لم يكن بداية المشوار انطباعاتنا وتوقعاتنا واحلامنا بطولة افريقيا اسهل من السنة دي الحداشر السنة دي انت عندك الحمد لله فريق جاهز بكم كبير جدا من نجوم عندك قدرة على التعامل مع كل المصاعب اللي واجهتها في التسعة وفي العشرة ورغم ذلك قدرت تحقق البطولتين فبالتالي توقعاتنا بتقول انه الاهلي ما يقلقش من اي فرقة انكت المجموعة النهاردة القرعب صار في النظر عن نتيجتها الاهلي ما فيش اسم في افريقيا مع كل التأدير والاحترام لكل فرق ومنهم منافسين مرشحين وقدرين على تحقي اللقب لكن اقصد اقول انا كاهلاوي النهاردة لما اجي علق اقلم من مواجهات الاهلي مع مونتري مع بالميراس مع تشيلسي دي المطشاط اللي انا اقول هنعبها ازاي حساباتها ايه طريقة اللعبة فيها ايه التكتيك ايه فرصنا فيها ايه دي المطشاط تعمل لها حساب لكن في افريقيا مع كامل التأدير والاحترام الاهلي قادر جدا جدا لو كان معنا التوفيق وكان عم نصبنا الاكتهاد والتركيز ان احنا نحقق لقب القرع وبالتالي نروح لابعث بتا عايز اخدكم بسرعة للاخبار اللي انا ابتدتها مع حضراتكم النهاردة وعادي سريعا طبعا مسلمان يتكلم في نفس الاطار ده قال انه الاهلي يعني هو جيل اهلي هو عارف انه من اكبر للانديال الافريقية وفاز معاه بقى النجمة التسعة والنجمة العشر حقق اللقب التسعة والعشر في التاريخ وبالتالي تاريخيا وجماهيريا قدرك مسلماني في تصريحه ده انه لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي لابد انه يتعود انه يعيش تحت ضغط جماهيري كبير جدا عشان يقدر يحقق كل الالقاب مش معنى انك انت حققت بطولة كبيرة او البطولة الاجبر في قارة افريقيا انك انت ممكن تتنازل او تتساهل في بطولة محلية مع الفرق الكبير جدا من اللقبين وقال انه طبعا بيشعر بفخر كبير جدا لانتماءه والشغله مع النادي الاهلي والتحقيقه للقبين على مدار موسمين متتاليين وبيسعى طبعا بيقعد جماهيري النادي الاهلي انه بيسعى على حصد كل البطولات اللي هشارك فيها مع النادي الاهلي الموسم ده يمكن كليه تعليق على القرع طبعا هو شارك في صحب القرع مستر موسميني وقال انه يعني مجموعة الاهلي مستهلة على اطلاقه وده طبعا تصريح منطقي طبيعي جدا تقليدي ما حمفيش حد يقولك المجموعة بتاعتي سهلة ابدا يعني ماهما كانت الفرق اللي انت بتشارك فيها أقلي منك في المستوى او الفارق فيها واضحة محدش ابدا هيقول احنا وقعنا في مجموعة سهلة لكن تقديري انه مجموعة الاهلي متوسطة مستوى ولا هي سهلة قوي ولا هي صعبة قوي وكلم طبعا على سانداونز يمكن المنافس الرئيسي هكون الاهلي في المجموعات واضاف كمان انه فريق الهلال والمريخ اللي يعني بيلعبه خصوصا لما بيلعبه قدام النادي الاهلي بيقدوا دايما بشكل قوي جدا في بطولة دوري الأبطال صحف جنوب افريقيا كلمت كمان وتحديدا كيكوف كلمت على عودة بيتسو مرة أخرى لجنوب أفريقيا وتحديدا طبعا المواجهة المنتظرة اللي هتجمع بين الاهلي وسانداونز وخصوصا على أصداء وتبعات ما جرى في المواجهة اللي حصلت الموسم اللي فات سانداونز طبعا اللي كان بيقوده مستر موسماني والاهلي حاليا بيقوده مستر موسماني ويمكن على خلفه ده كينج فوت كمان اتكلمت على المواجهة المنتظرة واتكلمت على مواجهة الزمالك مع الودات ست ملاعب أنا كنت أقول لحضراتكم القرعة ما انصفتش أو ما اتبعتش تقليد كان المفروض يعني يتاخد في الحزبان أنه ما فيش فرقتين من نفس الدولة يعني يعقوا مع بعض تهالي كان ده متوقع خصوصا أنك عندك فرقتين من مصر فرقتين من المغرب فرقتين من تونس فرقتين من السودان فرقتين من أنجولا يعني خمس دول منهم عشر فرق في دول الستاشر بداية بالنسبة للملاعب في ست ملاعب تم استبعاته الملاعب دي هي ملاعب الهلال وملاعب المريخ في السودان وفاق سطيف وشباب الوزداد في الجزائر والنجم الساحلي في تونس واسبرانزا أوسجرادا اسبرانزا الأنجولي والفرقة دي الملاعب بتاعتها لم تستوفي المعايير فبالتاني مش هتلعب على ملعبها في بطولة دوري الأبطال بشكل نهائي نقابلكم إن شاء الله في نيجيريا لأنه منتخبنا الوطني هيدخل معسكر مفتوح وبعدين أجازة وبعدين معسكر مغلق وبعدين أجازة بدون أي مواجهة ودية في إطار استعداداته لبداية مشواره في بطولة أمم إفريقيا وبالتالي أول ظهور لمنتخب مصر إن شاء الله هيبقى في مباراة رسمية ويكون قدام مين هيكون قدام نيجيريا مش فاهم وما عنديش وقت أدرس أو أحلل أو أفهم هم أخذوا القرار ده على أساس إيه بس أنا الحقيقة لأطفق إطلاقا حقيقة مع فكرة أنك أنت تروح بطولة كبيرة جدا بدون حتى مباراة ودية والوقت اللي بأكلم حضراتكم فيه ومعسكر المنتخب لسه مبتداش كتير من المنتخبات اللي بتساعد لبطولة عاملة معسكرات ومحضرة مطشاط ودية مش عارف ميستر كيروش بيفكر إزاي سريعا جدا تم الاستقرار وقرار نهائي عمر السلية إن شاء الله في تشكيلة المنتخب أو على الأقل قرر ميستر كيروش نالوا الشفة طبعا عمرو للحقيقة قوة وقدرة كبيرة جدا في وسط الملعب إضافة لمنتخب مصر وإضافة للنادي الأهلي فقراتنا متواصلة مع حضراتكم هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل يعني خلينا برضو نتفق إنه في بعض الأندية اللي شكلت زاكرتك وحبك لكرة القدر يعني في الجيل بتاعي لما كنت ابتدنا نفتح على الملعب الأوروبية ونشوف الأندية في أوروبا ونشوف أكبر وأهم من جوم العالم كان الكالتشو هو الجاذب الأول لكل الأنظار مش بتكلم على مصر بتكلم على مستوى العالم وما تقدرش تنكر إنه فيه فترة من الفترات كانت أهم الأسماء وأهم من جوم العالم هدفهم الأول إنه هم مش يلعبوا في الدولة الأسبانية ولا الإنجليزي ولا الألماني ولا أي دولة الدوليات غير إنه هم يروحوا يلعبوا في الكالتشو مع نادي من الأندية الكبيرة في إيطاليا اللي دايما كانت مفضلة وكان عندها قدرة شعبية وجمهرية حد السوال الحرج وعندها قدرة دايما أنها تكون موجودة على منصات التتويج بكلمكم على اليوفي بكلمكم على الإنتر بكلمكم على الميلان وغيرهم من الأندية لكن للأسف شديد جدا ما قدرتش إيطاليا أنها تحفظ على الجوهرة اللي كانت بتمتلكها هيكون معنا جاني ميرلو رئيس اتحاد الدولي للصحافة الرياضية وصحفي بجريدة لجازيتا ديلو سبورت هنتكلم معي بداية لازم في البداية طبعا بعد ما شكورك على وجودك معنا وظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي أبركلك الحقيقة على جواز الجولدين ساكر أو الجلوب ساكر اللي فاز فيها منتخب إيطاليا كأفضل منتخب روبيرتو منشيني بونوتشي دونا روما بجواز الأفضل مبروك وتعليقك على الجواز دي طيب الصوت واصل بوضوح أعيد السؤال تاني طيب بسأل حضرتك في البداية بعد ما باركلك طبعا على فوز منتخب إيطاليا روبيرتو منشيني المدير الفني بونوتشي طبعا المدفع الإيطالي ودونا روما حارس المرمى بجواز الأفضل في الجلوب ساكر رأيك إيه في هذه الجواز وتأثيرها طبعا على مشوار المنتخب الإيطالي في الفترة اللي جاي الأمر أود الترحيب بقناة الأهلي وفوز إيطاليا مبارح بعض البطولات وبعض الجوائز كان أمر هام بالنسبة لإيطاليا وهذا ما توج ألقاب إيطاليا كأحسن مدافع ليوناردو بونوتشي وأدونا روما ودور الإيطالي ما زال في أمان بمناسبة الكلام عن المنتخب الإيطالي خليني أقول أنه كتير من عشاء الأدزوري الحقيقة تفعت يعني أمالهم بشكل كبير جدا وشافوا أنه بعد تتويج إيطاليا بيورو 2020 أنه المنتخب الإيطالي قادر على المنافسة على لقب كاس العالم بل وبعض الراحل أنه قادر على تحقيق لقب البطولة الغيبة من سنين طويلة ثم فجئنا بعدم قدرة إيطاليا على التأهل المباشر هل الفوز باليورو كان صدفة ولا هل إيطاليا رجعت تعاني من نفس المشاكل ما قبل يورو 2020 إذا ما تحدثنا عن إيطاليا وتحدثنا عن بطولة اليورو لم تكن صدفة ولم تكن بطريقة ما لكن إيطاليا استحقت الفوز ببطولة الأمم الأوروبية لأن روبرتو منتشيني والفريق الإيطالي قدم أداء عظيم وأداء يستحق عليها التحية وهذا ما جناه بالأمس المنتخب الإيطالي وبعد اللاعبين الإيطاليين بالأمس في جلوب سكر أنت بالتأكيد طبعا بحكم موقعك صاحب مشوار طويل في الصحافة الرياضية في إيطاليا وأنا كنت ابتدت كلامي الحقيقة قبل مقابلة حضرتك بفكرة أن إيطاليا كانت تمتلك جوهرة الكالسيو كان في يوم من الأيام هو المسابقة الأقوى على سطح الكرة الأرضية وكان في عدد كبير جدا من الأسماء وكانت الأندال إيطالية قادرة على أنها تنفس دايما على كل الألقاب الأوروبية حصل تراجع وبالتأكيد أنتم تناولتم دا على مدار السنوات بالنقد والتحليل ودراس الأسباب لكن لو لخصنا الأسباب اللي قدت لده وإزاي ممكن الكالسيو يرجع بنفس القوى مرة تانية للأسف القرى الإيطالية بالنسبة للمواهب تراجعت كثيرا في الأيام الماضية والأوامل الماضية بسبب أن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي هزت إيطاليا وهزت الاتحاد الإيطالي إيطاليا تعاني من ندرة بعض المواهب لأن وقلاء اللعابين تدخلون في الأمر وإذا ما ظهر وبزغ نجم يقومون بإخراجه خارج إيطاليا من أجل الأموال حتى أنت رأيت الأفضل في الإنتر إذا ما كان حكيمي أو لوكاكو تم إخراجهم خارج الدور الإيطالي لكن هو مشكلة كبيرة جدا تعاني منها إيطاليا بمناسبة الكلام على الدوري برضو مهمة أسمع منك تقييمك لقوة المنافسة الموسم ده في الدوري الإيطالي بالموقع هذا وأنا بالقرب من ميلانو الإنتر هذا العام كوي وكوي جدا وقد استطيع الحفاظ على لقبه مع سيمون إنزاجي والميلان أيضا مع ستيفانو بيولي يقدم ده رائع لكن أتوقع وأعتقد أن الميلان سيعاني كما عاني الموسم الماضي يجب أن ننتظر النصف الثاني من البطولة لكن هناك مؤشرات مؤشرات تقول أن الإنتر كد يحافظ على اللقب اليوفي كد يعوده وعوداته كد تكون كبيرة جدا وإذا ما عاد اليوفي يجب أن تخشى إيطاليا ويخشى الجميع في إيطاليا وقد يحدث العديد من المشاكل للإنتر لكن الدور الإيطالي بطولة كبيرة وكبيرة جدا ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة لأن الفريق والفرق الإيطالية تعاني هذه الأيام من بعض المباريات الدولية والارتباطات الأوروبية نفس الشيء في جميع دوريات العالم وأنا أتوقع أن اليوفي إذا لم يفض في المباريات الأولى من النصف الثاني سيكون بعيدا على المنافسة وأتمنى فوز الإنتر بمناسبة فترة التوقف وبشكل رسمي أو غير رسمي كثير من الأصوات الأوروبية كانت بالطالب بإلغاء أو تأجيل أو على الأقل عدم إشراك اللاعبين الأفرخة المحترفين في الدوريات الأوروبية في بطولة أمم إفريقيا اللي على وشك الانطلاق وأنتم في حدود معلوماتي في 23 من لعب إفريقي بيلعبوا في الدوري الإيطالي هيشاركوا في البطولة هل كان في أي اعتراضات من الأندية الإيطالية أو أي اعتراضات من الاتحاد الإيطالي على مشاركة اللاعبين في البطولة أفريقية وإزاي بتبصوا من وجهة نظركم لبطولة بحجم بطولة أمم أفريقيا يجب أن تعلم أن هذا الأمر ليس بالأمر الهين والبسيط الأمر ينطبق أيضا على اللاعبين أمريكا الجنوبية الذين قد لعبوا مع أنديادهم كوبة أمريكا وقد أثرت بالسلب على مستوى بعض الأندية الإيطالية الأمر ينطبق بالنسبة لللاعبين الأفريقين وخاصة نابولي نابولي الذي لديه أربع لعبين أفريقين والميلا أيضا لديه بعض اللاعبين الأفاركة الذين قد يشاركون مع منتخب بلادهم لكن كما الحال في إيطاليا والحال في أفريقيا نحترم أفريقيا ونحترم كأس الأمم الأفريقية ويجب على كل منتخب أن يستفيد من نجوم الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية لكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نعترض وهذا ليس دورنا كما أن إيطاليا تقوم بجلب لعبية أن نجل لعب عن منتخب الإيطالي يجب على الآخرين أن يستفادون أيضا هل تتوقع أن تعود أيضا الجماهي للمدرجات أو تتوقع أن يكون هناك أزمة بسبب انتشار الفيروس كورونا نحن منتظرون آخر التقارير التي تخرج من الاتحاد في الأيام القادمة هناك اجتماع مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الإيطالي لكن أنا أتوقع إذا ما حدث تفاكم في الإصابات أتمنى أن يحدث ذلك بعض جماهير قد تغادر المدرجات مرة أخرى لأننا الآن في هذه الأيام وأعياد الميلاد تم منع الاحتفالات وتم منع قامة الحفلات وتم منع الجماهير وتم منع العديد من الإيطاليين من التجول وشراء هدايا الكريسماس وتم منع حفلات نهاية العام وهذا مؤشر يعود إلى سؤالك كده يتم منع البعض لو انتقلت الملف المركاتو الشتوي ويمكن في بعض الأسماء التي تدولتها بعض التقارير أنها على وشك الانتقال في الصفقات الشتوية منهم طبعا إنسيني ناجم نابولي منهم الإيفواري بوجا منهم طبعا فلاوفيتش الاسم اللي ترشح للانضمام لعدد كبير من الأندية الكبرى في أوروبا عموما وأبرزها إنجلترا وأسبانيا على وجه التحديد آخر تطورات المركاتو وأهم الصفقات اللي أنت ممكن يعني تعلن عنها حتى الآن اليوفي قد يتعاقد مع جوهرة اسمها سماكة من تسسولو وإذا ما تعاقد اليوفي مع جوهرة تسسولو قد يغير الأمر في فريق مسيميليانو أليغري اليوفي لديه الأموال ولديه أندريا نيالي بالنسبة لإنسيني في كندا قد يكون خطوة ليست إيجابية للورنزي وإنسينيا خاصة أن كندا ليست لديها البطولة العظمى إنسينيا قد يغادر لأسبانيا قد يغادر لإنجلترا لكن تحدثنا في بداية هذا اللقاء عن المال وعن وقلاء اللاعبين جاءه عرض من الإنتر وجاءه عرض من اليوفي وجاءه عرض من بعض الأندية في إنجلترا لكن اختار تورونتو لورنزي وإنسينيا لأن لديهم العديد من الأموال ووكيل اللاعبين هو من تدخل في هذا الأمر وهناك بعض المشاكل في نابولي بسبب إيجابية والوضع بالنسبة لفلاوفيتش اللي يمكن عدد كبير من الأندية عرضت فكرة شراءه أو انتدابه واحد من المهاجمين طبعا اللي تعلقه الموسم ده بشدة في الدولة الإيطالية بكل تأكيد هناك المزيد والعديد من لكن فلاوفيتش قرر أن يبقى في إيطاليا وقد ينتقل في السيف إلى نادي كبير وعظيم لأن في إيطاليا إذا ما استمر فلاوفيتش مع فيرنتينا سيصبح حدف البطولة ووكيل اللاعبي كان زكي بعد الشيء قرر أن يبقى فلاوفيتش منتصف البطولة لأن لديه عرض كبير من نادي في أسبانيا وقد ينتقل في المركات الصيف القادم فلاوفيتش لكن فلاوفيتش مستمر في فيرنتينا لأن الدور الإيطالي سيجعله أكثر لمعانا رشحت أو شفت من شوية أنه الإنتر هو صاحب أقوى وأفضل الحزوز في تحقي لقب الكاتش الإيطالي هل تعتقد أنه بتجربته مع إنزاجي قادر على أنه ينافس حتى على لقب دوري أبطال أوروبا في آخر مباريات الدور الأول الإنتر كان أكثر إمتاعا وأكثر إقناعا من أي فريق في الدور الإيطالي لأن سيموني إنزاجي لديها العديد من اللاعبين وهو مدرب زكي ويقوم بتوظيف اللاعبين بطريقة رائعة الأهم في كرة القدم أن تتم أو أن يقوم المدرب بتوظيف اللاعبين في أماكنهم ويستفيد منهم وهذا ما يقوم به سيموني إنزاجي دعني أقول لك باللغة العامية الأختراعات بعض الإختراعات في كرة القدم كدت تقلب أشياء سيئة للفريق وهذا ما يتقنبه سيموني إنزاجي يقوم بعمل عظيم مع الإنتر ويقوم بعمل أنتونيو كونتي لأن سيموني إنزاجي كان رائع جدا في لاتسيو وقد رأينا ماذا فعل مع لاتسيو فاز معه بالكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي ولهذا يستحق أن يكون الأفضل في النصف الأول من الدور الإيطالي لهذا أنا أكد كلامي أن الإنتر قريبة من الفوز بالدور الإيطالي جاني ميرلو رئيس إتحاد الدولي الصحافة رياضية والصحفي طبعا بجريدة لجازتها دلسفورت كنت سعيد جدا بوجودك معي على شاشة نادي الأهلي وبشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في أسادسة شكرا لك نروح بقى ونكلم على الموضوع اللي يهم إذا كنا كلمنا على بطولة اليورو وإذا كنا كلمنا على دوري أبطال أوروبا يبقى من الأولى طبعا نفرد مساحة أكبر مع واحد من أهم من جوم الندي الأهلي طبعا وكبارهم كابتن شريف عبد المانع ما يشرفنا في أسادسة عشان نتكلم على مشوارنا في دوري الأبطال على رأيه في القرعة وعلى فرص الأهلي في تحيي النجمة 11 في التاريخ وبالتأكيد طبعا لازم يكون لنا وقفة مع مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا قبل بداية البطولة بأيام بس كل ده في أسادسة هيكون بعد الفاصل موسيقى موسيقى البطولة اللي بتفتح الدفس البطولة اللي تقعد تستنى مطشطها البطولة اللي يمكن في نسختها دي بإذن الله تكون الأقرب كتير من الظروف الصعبة جدا واجهتنا تحديات فوق مستوى الخيال عاشها النادي الأهلي ولغم كده تمكن من تحقيق نجمتين وراء بعض التسعة والعشرة والحقيقة يمكن السنة دي أمالنا وطموحاتنا أكبر بكتير جدا من المسلمين اللي فات وقدرة الأهلي على الحفاظ للقب لمرة تلتة على التوالي أعتقد كبيرة جدا إن شاء الله لو حلفنا التوفيق زي ما قلت لحضراتكم ولو ركزنا واكتهدنا زي ما عملنا في المسلمين اللي فات أعتقد أنه الأهلي مع كل احترام لكل الأسماء الموجودة هو الأقرب لتحقيق اللقب لكنها بالتأكيد منافسة مش هتكون سهلة وما فيش منافسة وما فيش مباراة بالعباء النادي الأهلي أبدا بتكون سهلة الكل بيقدم أفضل ما عنده قدام دايما المرض الأحمر خلينا نسمع طبعا رأيي واحد من النجوم النادي الأهلي ويعني أكبر الأسماء الحقيقة وصاحب مشوار طويل جدا كابتن شريف عبد المنعم هيشرفنا النهاردة وليه سوالات وجوالات بالتأكيد في أفريقيا فبالتأكيد هو هيكون صاحب رأيي إلى حد ما كبير مختلف عن مشوار الأهلي في النسخة الجديدة مساء خير كابتن شريف نسخة قريبة نسخة أعتقد أن احنا جاهزين لها باختلاف الظروف والتحديات اللي وجهتنا في المسلمين الأخيرين بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكرك طبعا على الدعوة دي وإحنا دايما الحمد للسلام تأبيك دايما الله يخليك بجد الله ربنا يخليك إحنا دايما بنحب نعف أفريقيا وبنحب البطول الأفريقية أصبحت زي ما أنت تفضلت وقلت بقت حاجة عند جماهير النادي الأهلي حتة تانية زي الدوري كده بتاعتنا إن شاء الله إن شاء الله الحداشر بإذن الله فأنا بالنسبة لي وخبراتي والشكل في تعامل مع أفريقيا زمان كنا حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص الآن يبقى فيه مساحة وملاعب الحقيقة تسمح لك أنك تؤدي الكرة اللي عندك النجم اللي عندك يقدر تطلع على الفرديات بتاعته وإحنا زمان كنا بنلعب على الأرضيات مستحيلة أنا كنت في الأقوية تلعب برا كنت صعب أو تلعب ما كانش فين جيلة بتهالها كابتن شديد كانت نجيلة إحنا ما كناش بنشوفها في تليفزيون وكان بيعالج الحفر دي المطر فأنا ممكن نلعب تحت نصف متر مطر وإحنا من المشا عايزين نلغى المطش كنا عايزين نخلص ونروح وإحنا نعود بقى في مصر إن شاء الله لو فيه إخفاقات أو أي حاجة فبالنسبة لأفريقيا أنا بالنسبة لي أنا أول مباراة مع ناد الأهلي كانت أفريقيا كانت قدام فريق هورس السومالي كان بعملوا تاست كده تجربة ونزلت وحطيت جولد في الشوت التاني اللي أنا نزلته ده فكانت بداية أفريقيا تعلمت خدت الثقة مع ناد الأهلي على فريق أفريقيا سمعة الأهلي وانتوا رحين تلعبوا بره بتحسوا بيئي يعني لما بتروح كنادي أهلي تلعب في أي دولة أفريقية بتحس إن سمعة الأهلي سبقى الفرقة بتحس إن لها تأثير على الخصمة وعلى الجماهير اسم مصر واسم ناد الأهلي الناس تحبوا قوي فبتحس إن هناك الناس مبسوطة والناس مقدرة قوتها كان ديه وبيحبوا تفرجوا عليه يعني لما بروح ألعب كنت في البطولة إذا خدناها 82 أعتقد كان عندنا فرقة الأشغال الصومالي بين أن كنا باللعبها فده كان أول ماتش لنا بين دولة 32 حاجة زي كده وأنا خارج من وعد الماتش أنا كنت باخده الكرة كنت في مجموعات بتهقلي زمان صح؟ لا لا كان خروج المغلوب فأنا خدت وكنت في الماتش ده باخده الكرة من وراء خالص وعدي من 1-2-3 وروح وعمل كرة بالعرض التحدي أفريقي بتقضي بصولي بصها تانية خالص فأنا خارجت فكانت لبس تحت المدرجات كده فلاقيت واحد بتكلم عربي هناك قال لي يا شريف أنت ما تجيش هنا تتروح تلعب بره أنت عاجة تانية ما شاء الله فدي حاجات أسعدتنا أنا بيت بص دراج كده وبيكلمني حاجات كانت في بداياتنا وإحساسنا بيها فالناس بتفهم والناس عارفة قوت الناد لأهلي شكلها عمل إزاي حبوا لعبت الناد لأهلي الأهلي سمعته في أفريقيا ده في الوطن العربي كله الحقيقة في العالم دلوقتي كله فزي ما أنت بتقول آه الناس بتحب تتفرج على النادي الأهلي وعرف قوته دي بس بتتمنى الخير طبعا لفريقها إنما لما بيحصل أنك بتكسبه مهناك أو بتتعادل بيبقوا خارجين عارفين ده الشكل الطبيعي لا بس كنت بتكلم على فكرة كمان أنه حتى هنا في الدولة المصر بتجي بتلعب فرقة طالعة من الدرجة التانية وبتلعب الأهلي بتحس الفرقة دي بتلعب كرة يعني ولا أحلى ويشوف الفرقة دي لي ما بتنفسك فرحتهم لما بيعاملهم معك نتيجة فوق الوصف يعني اللي بتعادل معك بيحصل إيه يعني يعني بينسى إنه هو كممكن يكسب أو بينسى إنه هو راح منه ماكسب أو بينسى إنه من حقه إنه يكسب هو ده كبير وقوي وقفته قدام البطل كبير وقوي إنك كده تطلع مع فريق زي السمعة دي كده والشكل ده إنك متعادل ده أكبر حاجة بالنسبة له سيمبل مرة اللي فات لما جذبك واحد سفر ما سدقوش في البطولة اللي فات تحت نقص الأكسجين مش عارفيني نجري ولا قادرين ناخد نفسنا ولا عارفيني أي حاجة وكذب واحد الدنيا ولعت بقاله سمعة في أفريقيا البطولة دي مقارنة بالنجمة التسعة والنجمة العشرة إيه اللي اختلافات ما فيه قبل ما خصش في الورع كونفودرالية أقوى كونفودرالية فيها فرق كبيرة هو مازنبي فيها فرق على مستوى جامد يعني لا بس يبقى الكبار بتوع أفريقي يعني الترجي الوداد انت طعف مجموعة كوي جدا يعني يوقع مع السودان مريخ ومريخ يعني الأبطال بتوع السودان كلهم ومتعرفش الماتشاط هناك غير الماتشاط هنا عندك المنافس التقليدي ليك اللي هو سانداونز وسانداونز ممكن يابلك في الفاينال على فكرة احنا كل أرقامنا في موجهتنا مع سانداونز في صالحنا أردنا عندك اتنين تعادل بس وهزيمة واحدة أربعة تعادل وفسارة واحدة وخمسة أربعة تعادل أربعة تعادل وفسارة واحدة وخمسة خمسة ماكسب لنا احنا جايبين حالي 15 هدف وكانوا شهم حلوة علينا في النسقتين اللي فاتت واللي قبلها يعني النسقتين اللي فاتت واللي قبلها قابلناهم في دول التمانية وصلنا نهائي وحققنا لقب البطولة انت ممكن في الظلة هذه البطولة انت جاءت تقابل معه في الفاينال لما بتبقوا انتوا الاثنين في أول المجموعة هو بيروح في اتجاهها ان شاء الله وانت في اتجاه تاني فبكون لك الفرص انما انت كل سنة الحقيقة بتاخد البطولة من أعتى الفرق يعني بتاخد من الوداد بتاخد من سانداونز بتاخد من الترجي بدول تلات فرق بمثابة أبطال أفريقيا وهم المنافسين الوحيدين معهم سانداونز والزمالك برضو الزمالك ان شاء الله تاني وصيفك في عدد الألقاء يعني انت واخد التاسعة من زمالك زمالك الطبيعي انه هو كمان يوصل ويبقى موجود يعني فدائما بطولة أفريقيا دي لها تحضيرات معينة لها استعدادات معينة فيها ضغوط معينة كمان فعايزين بس ربنا يعدين من بطولة أفريقيا اللي احنا فيها دي ويعدين بتاعة منتخب مصر باللعيبة تبقى سلام وبطولة العالم نرجع منها لانك هترجع منها على بطولة أفريقيا فهي دي بس الحتة اللي أنا شايل همها شايل همها في الحالة البدنية لللعيبة في الحالة النفسية في التركيز اللي هو بيبقى لللاعب يعني كل اللي يملكه عضلات اللي هي بيجري عليها في الملعب وكلم من ده لما بتبقى جاهزة وبيبقى فريش وكلم من ده مخ بيشتغل كويس ولما بتبقى فيه غيابات وبتبقى فيه ضغوط على بتاعديك شوف كاس العرب والسوبر أثروا على الحاجات دي عند فرقتنا مع ماتش فيوتشر من روجة نظرك ده ماتش الرجاء مش فيوتشر ده من ماتش الرجاء وانت متأثر عليك انت دايما بتحاول تعمل حلول يعني دايما الناس بيجوا على ميستر المسلماني بيقولك الله هو بي وهيحط لنا بقى لعيبة جديدة وغزب عنه وعنده إخفاقات فبيتوسم ان يحط لعيبة معينة في أماكن معينة يملوك السرعات يملوك الحالة البدنية الفرديات بيعتمد على أحمد عبدالقادر بيعتمد على أفشا بيعتمد على محمد شريف ينقزه بينقزه بيعتمد على بيرستاو يعني فيه أنا كمدرب ممكن الإخفاقات اللي عندي أحاول ما هو كمان ما هو كورة الأهلي يعني بس خد بالك برضو كابتشريف أنا بقى يعني شان بحاول لنلل برضو كلام الناس كورة الأهلي اللي تقدمت قبل بطولة كاس العرب هي مختلفة عن كورة الأهلي اللي بعد بطولة كاس العرب ده طبعا أنت قلت أقول أن فيه حاجات بتحصل عليك غزبا عنك ما بتلاقيش اللعيف 100% تحت أمرك يعني فأنا بديك بشرح لك ليه مصر المسلماني بيروح في اتجاه تاني خالص غير اتجاه التفكير الطبيعي لما سولايف عز لعبه ما تلاقيهوش وقبل ما ينزل الملعب يتغير كويس طب أنت هتعمل إيه دي حاجات كمان لنمتزفع ضربتها في الملعب بقينا بنقول إحنا عايزين من أول هفتايم أو مصر المسلماني يعمل لنا فرقة في أول 45 ديه تخلص المهمة وبعدينه بقى نعمل تدعيمات يعني نقلب الآية الشوت الأولية نجيبه التاني والتاني نجيبه الأول دي تفكيرات بس إحنا مناش في الشكل ده أنه الراجل بيحاول يحافظ على كيان اللعيبة نفسها اللعيب عنده هو عارف أنه بيديله واحد زي أفشا مش قادر 50-60 دقيقة ده كويس قوي راجع من معارك طاهر محمد طاهر نزل عشر دقيقة أو ربع ساعة عملك رجوع للفريق في الماتش السوبر بالطبيعة هو عادي يرجع للحالة البدنية فشاف أنه ياخد 30 دقيقة كمان أو 20 دقيقة فحكاية بقى التحليلية دي والناس اللي هم بيشتغلوا محللين الأداء ومحلين التركيز والملعب والأحمال والحاجات دي كلها شوانا بتاعت فريق كامل يعني مش بتاعت أنا الواحد إن أنا قادر أحلل فيها أو هو السؤال برضو تاني أنا بقول لك ليه كلام دي عشان أوصل معك محمد لغاية بطولة أفريقيا الجديدة المجارات دي أنا هبتدي معك من قبل بطولة أفريقيا بشوية يعني أنا هبتدي عشان برضو نفسك وزيدي لأنه فكرة إنه إنه مثلاً يعني إحنا السنين اللي فاتت السنتين اللي فاتوا شوية في أوقات كتيرة جداً كان مستر مسلماني بيلاقي مطبط مالهاش حال لعيب يتصاب ويبعد لعيب بس مش في الأطراف مش في يعني مرة يعني مش لتنين مش اتنين دفندر يعني إحنا ما كنا يعني ما بقاش عندك سردباك كنت بتعدي مش تازم إصاباتي عندك سوابة عندك سوابة في العمود الفقري أنا ما اتفق مع حضرتك بتاع الفريق بس كأوقات كتيرة جداً كان الأهلي يعني جزء كبير جداً من سبب فقدان بطولة لقب الدولي كان إيه كان الإيجادة وضغط المشاوط صح والغلط السنة دي دي مش يعني الناس مش قبلها شوية ليه لأنه شايفين أنه الإدارة عندها فرقية يعني دعمت الفريق بحيث أن الأهلي يبقى عنده في القتال فالناس مش شايفة أنه الأهلي تحت أي ظرفة من الظروف يتأثر بغياب لعب مهما كان اسمه ومهما كانت أهميته هو ده للفرق الناس حساء السنة دي على السنة دي الفاته هتقول لي قفشة لأي مؤثر كان مؤثر جداً السنة دي الفاته لكن لو غاب قفشة السنة دي يتأثر أو تتهزأ دا الفرقة يبقى السلاء موجود يبقى أحمد لعب قادر موجود تحاول تجيب عمار حمدي تدخله في الصورة وتعده نفسياً بدنية دا كلام الناس اللي بيقولوه محمد هاني يبقى له دور كريم فؤاد الناس كانت مستمعين كريم فؤاد كان لازم يناخد ثقة فيه ولازم منشات حبية بس نقطة البداية مش هتجي وانا متأخر بهدف ولا حال نقطة البداية تبقية طبيعية مع الفريق والفريق كامل هقول لك على حال فيه وانا بلعب كده سنتر فيرود انا انا مبقاش كويس ايه لو الجناحين بتوعي كويسين قوي تمام انا مبقاش كويس ايه لو نص ملعبي نقل الحركة جاد جدا ايه لو دفاعاتي مفيش حاجة مخوفاها ولا زيارات على الشناو يبقى لك الشناو بيخش فيه جول كله ماتش ما هو ممنوع ممنوع كل الحاجات دي تروح للشناو يبقى احنا عندنا لما نيجي نعالج او نيجي نتكلم او نيجي نعط في المحاضرات ونيجي نشوف اللعيبة كلها ناخد الحاجات دي بتحصل فيها ازاي فاللي بيحصل فيك ده سببه انت اتفضلت وقلت لعيبة مصابة لعيبة مش موجودة لعيبة بتيجعل نفسها عشان تلعب كمان وكلنا جات لنا الظروف دي فما بتاخدش منهم الاداء اللي الجماهير بتتمنى الجارانتي انا عايز اقولك حاجة يعني انا بسراج على فرقة لا دي اقولك هالفرقة دي هتاخد دوي الفرقة دي هتكمل بالشكل ده الفرقة دي هتروح تاخد افريقيا الفرقة دي هتعمل ايه في بطولة العالم ده في ايه في لقاء خدت بالك انت خدته كسبت في افريقيا يعني جبت جوف في الاخر وبدربات الجزاء وكسبت لو كان في حقنا في الشرعي في الملعب في الوقت الضايع كنا كسبنا المباراة وخلصناها وكان ممكن يعني انخلصها في الملعب فكل اللي بتمنوكه دلوقتي الروح اتشارة الاهلي وبتعود اي اخفوكات تانية وده اللي احنا بنعتقدك لاجن ده بقى تولي الاول رأيك في القرعة يعني خلينا نستعدت كده ونفكر برضو ناس اللي بتعرفش قرعة بطولة دوري الابطال المجموعة الاولى طبعا الاهلي المصري معاها سانداونز جنوب افريقيا معاها المريخ من السودان والهلاي السوداني المجموعة التانية الرجاء المغربي هرايك كناكري الغيني وفاق سطيف الجزائري امازولو وده فريق جيد على الاجبارة الافريقية تعمة كارتي بالزبط يبدو انه اللي سمعوا عنه لغير الوقت انه فريق يعني بيقولوا يعني فريق فريق كويس مجموعة التالتة فيها جالاكسي بوتسوانا شباب لوزداد الجزائر نجب السحالي نجب السحالي والتراجي السحالي مجموعة برضو الى حد كبير هتبقى قوي وبعد كده فيه ساجرادا سفيرانزا ده من انجولا بيتريو أتلاتكو من انجولا الزمالك المصري والوداد المغربي برضو مجموعي لحدهم رأيك في رأيك وتقولي كده فرقتين من وجهة نظر كابتن شريف عن كل مجموعة مين الأقرب الأقرب الفرقة الكبيرة عندك سانداونز والأهلي طبعا تمام النجم السحالي والتراجي تمام الزمالك والوداد الزمالك والوداد و أمازولو وفاق ستيف هورايا كوناكري والرجاء تختار منهم اتنين مين الرجاء بقى وفاق أو حرية الغيني يعني دول وفاق أو حرية هورايا هورايا ده لازم يبقى المفاجئة لازم يتفرج علي ده كاذر شيفس كده وزي سيمبا يمكن عمل برضو السنة اللي فاتت سيمبا بقى راح ناحية تانية كونفدرالية راح كونفدرالية و هي كونفدرالية هيا فيها فرقة زي ما حقاك قلت برضو عريقة كونفدرالية المصري معاك كودن الكاميروني ومازيمبي وأتوه كونغولي بيراميدز عندها سفاكسي وقالي ترابلوس وفرقة تانية زي ما حقاك وزامبيا زي ما حقاك يعني ده برضو أعطاك زي ما حقاك بقولك كونفدرالية فيها فرقة قوية يعني مش سهلة يعني وعندك كانت قوية يعني كانت قوية يعني عندك مزيمبي وكونتوم كاميروني ومصري دول مجموعة واحدة يعني معلقة أيام حضرتك كانت تغيري خريطة اختلفت ما كانش عندنا كونفدرالية لا لا ما صوتش أقصد دول خريطة أفريقيا اختلفت لما بفتكر الزمين مثلا كان عشانتي كوتوكو ده فرقة واسك أبي جان مثلا نفس الحكاية ده كان بيلعب في اسك الأحسن جناح في أفريقيا واللعب في فرنسا يوسفوفانا ده اللي خد مني فناتا مولي الحادسة بتاعتي ده اللي خد أحسن جناح في أفريقيا أنا ما لعبتش الفاينل ولا الفاينل فالراجل كان راح يحترف في فرنسا فأنا بقول لك كيمة اللاعبين اللي كانوا موجودين نحن كنا نستطيع العب البطولات دي وجميع المحترفين دول موجودين فيها في نيجيريا كل اللاعبة موجودة لايبيريا رئيس لايبيريا دلوقتي جورج ويا جورج ويا كان بيلعب ضدنا عبيدي بليا كان بيلعب قدامنا كل الاسماء الكبيرة عبيدي بليا كان هيجي لأهلي عبيدي آه كان فيه عرض من العرود كان فيه واعتمد جورج الحسن ده جيل أهلي وملعبش يعني جيله وعلى جنبي خدت بلك وما كانت جيله حال فإحنا لعبنا مع اللعبة اللي هي المحترفة اللي ما كانتش في حكاية الاحتراف دي كتير عاو حتى إحنا أنا تعرض على الاحتراف والخطيب تعرض على الاحتراف ومصطفى عبدو تعرف على الاحتراف وطار الشيخ في لعبة كتير عاوة تعرض عليها في مصر احتراف وكان ما عندناش اللغة دي ما عندناش سيستم ده ما عندناش المفهوم ده تلعبت مرة كابتن شريف كان عرض علينا باري ميونيخ جيل لعب هنا وكسبناه فقالك ناخد اللعبة دي معنا وهي ماشي كان مونشي جلاب باخ كان عايز ياخد الخطيب وماشي عارف أنا طبعا منشات عندك لعبة في مصر هنا اتبهروا بينا وإحنا ما كانش عندنا أرضيات نلعب عليها ولا عندنا إمكانيات ولا أدوات بلاك بلا ولعب بتاعك ده كان راح في السن الزغير بتاع 24 سنة أنا كنت راح عندي 20 سنة برا فكان هيفرق معنا كتير ما كانش عندك انت الطموح ده أنا كنت عندي الطموح بالسحل ما عندناش سيستم ده آه صراعا السيستم ما كان سيبي يستم ده ممنوع يعني فريد ملتجة لأرحمه بيقول له في تركيا يعني مش عارفين نتعشع عايزين نشتره شريف قال لهم ولا عاشد سنين كمان لما فرد في العيب زادة ما عندناش الاتحاد بتاعك بمصر وكلها ما كانش عندنا ولا واحد لعيب محتر ما عندناش سيستم ابتدى مع عكاة الجهري في السنة لما جاء جنوريشن بتاع حسام حسن والناس دي ابتدت يطلب في اليونان انا تعرض عليها خمس مرات باليونان بتركيا بالمانيا بانجلترا يعني أربع خمس فرق ومش أنا بس اعتقد ان كل اللعيبة بعد التسعين بقى واللغة اللي هي انت تتفرجت عليها في كاس العالم ياخدوا مجد عبغاني وياخدوا حسام حسن وبتدت الناس دي تتفرق ومجد طلبة بس ما نجحناش برضو يعني انت بتتكلم على 30 سنة عمر تجربة الاحتراف في مصر كان اللعيب لمصر مش عارف الكيف يا بحمد في أوروبا والغد الوقت الكابتن شريف يعني لغد الوقت يشايف انه لما تيجي تقيس تجربة مصر بتجرب كتير من دول أفريقيا لا يعني احنا لسه كتير علينا قوي أنا تجربتي صلاح ونني ليه بقى من صلاح ونني بيقعدوا في فرق كبيرة إنما هتيجي تقول لي أنا هتواجديني وجن يعني مصر تطلع تنين لعيب هتواجديني وجن ولا فرقة بتعارب على الصعود يعني أنا المحمدي ده أرفع له الكبعة إنه فيدل مستمر مع فرقته إنه بيطلع وينزل ويهوح وييجي وبقى بكراية أساسي ويشتغل يعني دي من اللعيب إنما تحطيني في بقرة ليفر بول تحطيني في منشستر يونايتد ده كيان وسيستم ومؤسسة إنت فرد من 19 فرد 19 فرد عندهم كورة عندهم بينطقوا عشان كده بقول لحضرتك فما قدرش حاسب العيب يروح زي بعد 30 سنة رمضان صبح بعد 30 سنة من صبح ده رايح فرقة لازم تتغلب كل ماتش أيوه هي بقت كده الكاتالوج بيقول إيه لازم تطلع تبتدي صغير وتتجبر سنة بسنة لغاية لما ده الكاتالوج والمانيال بتاعنا لكن لما بص على تجربة مثلا من الأولمبي مش من المنتخب الأول لما بص على الشباب بتاع كود ديفار منتخب الأولمبي لما بص على شباب كاميرون بص على شباب نيجيريا أنا ممكن أعدل حضرتك من أي دولة من دولة ودروكبا ده لعف فين ما أنا بقول لحضرتك دروكبا ده رابتد مع ميدو لعف مارسيليا جنب ميدو يا مارسيليا دي قولة إيه أنا بقول لحضرتك جنوريشن تاني يعني وأولا والتاني ما هو ده لنا بسأله إحنا فين من تجارب يعني التكوينك الجسماني ولغتك وشكلك وشكل احترافك والبيئة ده الراجل اللي بيخرج من أفريكا مش هالشوف أفريكا دي تاني فبيعيش ويحارب ويحارب وعنده التكوين العضلي وعنده الكوة البدنية حتى لو كورته مش هقوله بيكتسبها هو دروكبا ده بقى دروكبا بقى بيقف ويعمل كده إلا من الاحتكاكات والخبرات اللي خدها من ضمن اللعيبة العالمية اللي كان بتلعب جنبه ميدو ميدو كان عنده يعني دائما ميدو إحنا أقوله بريموفيتش لسه بيلعب يعني طيب عايزة أكلمك بقى في الأجندة زي ما كنا منتكلم إنه أجندة الموسم ده هو الأصعب يعني إحنا عادنا نشتكي ونقول إنه السنين اللي فاتت كتل ضغط المطشاط وتولي المباريات والإجهاد السنة دي الحزبة مش لقيلها منطق سواء لمنتخب مصر اللي عنده سنة مهمة جدا فيها محطة أخيرة من تصفيات كسر عالم ومنها أفريقيا في أمم أفريقيا والأهلي اللي هيخلص بطولة أمم أفريقيا هو الأهلي اللي هيخلص بطولة أمم أفريقيا أهلي عنده لعيبة في المغرب وفي تونس وفي مالي وفي منتخب مصر حد السوال حرج هيخلص بطولة أفريقيا عشان يطلع كسر عالم ويخلص كسر عالم عمسان يبتدي من شوق دوري أبطال وبعدك يرجع تصفيات كاس عالم وعندك تصفيات كاس عالم في شهر ماس خلينا نتكلم على ده وتأثير وعلى المنتخب وعلى وعلى النادي الأهلي وعايز أسمع رائك على فرصة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بس اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمينا في السادسة النهاردة كابتن شريف عبد المنف نقطة نقطة عمشي بالترتيب مع كابتن شريف هبتدي منتخب مصر فرص رأيك الأول في مستر كالوس كيروش أنا ما سمعتش رأيك في كالوس كيروش قبل كده عايز أسمع رأيك فيه والمرحلة ما بعد كاس العرب ظهر أكتر يعني أعتقد خدنا انطباع كامل عنه في بطولة كاس العرب بس هقول لك أنا حبقى منصف يعني هو لو لم أعملش كده احنا عمرنا وكننا هنشوف جينيريشن تاني من لعبة مصر تمام هو لك أنا هيبقى عندك على قال احتياطي أساسي عنده خبرات مباراة قوية ولو ما كانش عمل كده التحفز عليه في أسماء العيبة معينة أنه ما اتخدوش ضمن الاربعين وده ما عرفش التحفز بتاعه زي مين زي تحد الفراو ده مثلا ما بصش كويس قوي على شاد حسين ده ما بصش على حسام حسن بتاعنا ما بصش على ديك النهار ده بتكتشف أحمد عاطف ده بتكتشف ناس تانية كانوا قدامه سرعات وعبدالقادر يعني ما بصش حصل أي ميسنج بينه وبين طريق حامد أكيد طريق عمل حاجة مدرب ما بيحبهاش ده تأديرك يعني ده حاجة بره كورة ده سبب غير فني حاجة بره كورة بتدخل في حاجة أل حاجة حس من كتر العلاقة اللي هو معانه بيعقب بيعمل أي حاجة ده أكيد حاجة غير غير الكورة غير الكورة اذا كانت كورة كان لازم تريد يبقى موجود من وجهة محمد هاني ده لازم يكون موجود رجل اللعيب جوكر وموجود طي النهاردة بقيت بترحل لعيب من مكان لمكان تاني أحمد كمان عبدالواحد كويس؟ عمر كمان عبدالواحد بيروح في حتة تانية خالص ومحمد هاني موجود وأكرم موجود وديها حلول بسيطة جدا عنده من السهولة كان أنه يبص على الخبرات اللي هي لازم ناخدها في البطولات أنت بتكتشف فريق جديد وبتصنع فريق جديد وأنت جايبينك في شورت تايم قوي طلبين منك نتائج طلبين منك إنجازات أنت ما هيقول لك المصريين دايما بتحصلهم ظروف يقول لك يعني ايما مش هناخد البطولة وصعب بناخدها المرة اللي بقول مش هناخد البطولة فيها بنيبقى عندنا توفيق وبنروح وبنحن نتائج يعني انت في ظنك انت منتخب مصر هو بيبتدي مطشطه مع مختلف المحترفين اللي في الفرق الأخرى انت لو تلاكت الرابع يبقى كويس بشكلك اللي انت بتأسس فيه كيلوش لو دخل مربع الزهبي يبقى ياخد نتيق العلامة الكاملة إلا لو محمد صلاح فرق معاه في إلا لو السيستم خدم اسلوب لعب محمد صلاح إلا لو مرموش مثلا نزل وبقى لعيب محترف زي محمد صلاح إلا إذا نص ملعبك بقى حتة واحدة هو الكرة التانية اللي بتترد وبقى ليك وجود في الملعب وبجيب هدف والتاني يعني لو جبت هدف لازم زي مطش الأهلي بتاعنا لازم نغطي بهدف أنا عارف إلا مش هنوبقى شك إلا لو كسبت نيجيريا في الأول عملت سمعة يعني أنا الحاجة كتير قوي لازم تحصل عشان انت العلامات تباني ولو عملت ده كل أفراجة بتقولك إيه ما هو ده الشكل الطبيعي ما هي دي مصر يعني هو ده الأساس يعني بمناسبة الأماكن في الناحية اللي وانت كنت مهاجم كبير يعني وعلى وليسا بكلمني عن أجنحة اللي بيوصلوا وبيدوا وبيصنعوا في ناحية اليمين ما فيش نقاش صلاح حاجز مكانه يعني إذا كنا بنقول حاجز يبقى صلاح مرواح زي مش النووي حاجز مكانه برضه لكن في الناحية الشمال لو أنا طلبت منك ترتب كده مرموش تريزي جي أحمد رفعت رمضان رتبهم لي رغم إصابة تريزي جي يعني نأمل أنه في الفترة اللي جاي هو رجع وشارك وسجل بس يعني معرفش مستوى أهله أنه يكون موجود مع المنتخب ولا لأ هيشارك بشكل أساسي مرموش مرموش الأول عشان مضاعر مرموش واحد أحمد رفعت أحمد رفعت رمضان تريزي جي رمضان تريزي جي نص الملعب تفضل مين النني النني عمر سلية عمر السلية مين بيلعب تاني في نص الملعب حمدي فاتحي حمدي فاتحي ومهند لاشيم حمدي فاتحي حمدي فاتحي لأنه جوكر يقدر لعب لك ديفندر حتى دائما نحن نطواه أكرم في ناحية المين أحمد كمال عبد الواحد عمر كمال عمر كمال مش عارف لي أنت أقعد مات أنت تصمع عشان يمكن أنا أحمد متأثر بيك جدا ربنا خليك كابتن شريف عمر كمال عبد الواحد الوينشو الوينشو وحجازي وأبو الفتوح وأبو الفتوح طب أنت تكلمتني على الاختيارات ونكلمتني كورة كارلوس كيروش يعني بان لي أثر شفت لي بصمة حاسس أن المنتخب بيتطور أول مرة أشوف منتخب بيهجم أول مرة أشوف المنتخب بيروحنا حالتانية إحنا طول عمرنا كنا بندافع وهب صلاح يعني بالسلامة حلوة يعني كل رجل يطلع مضبوطة أوي وهو الرجل يطلع ويجب أجل لوحده يعني فبقى النهار دا عندك أنياب أنياب هجومي دي مصمة كيروش الأولى دي لا أنا أقولك لو أطرافك سليمة وبيلعبه كويس قوي حيسترزق مصطفى محمد حيسترزق محمد شريف حيسترزق كوكا أو جاب كوكا أو ما جابوهش أنا مش عارب لا لسه مروان رغم أن الرجل مسجل عرفك كوكا 90 جابه حبيبه يعني كل مدرب كده فينا بيبقى عنده ابنه المدلق يعني قدت بالك رأيك كيف مروان حمدي لازم بوس لازم تبقى أنت معاك اتنين سوبر عشان ده يشتغل أنت بتطلبش منه هو الصناعة واللي هو الفينيشينج يعني فيه واحد بيبقى فينيشينج أسر عنده حتته موهبته وزي المصطفى محمد يعني داي وندخلش حاجات تانية ببعد لازم يبقى مركز براخل المصطفى محمد عشان يبقى ما يعملش الحتة عايز تشوتها بشوف حاجات أنا كده في الكرة احنا عفزانا وعارفانا الانا لا 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 ارجع من تحت كل ما بتجيب جون احنا اللي نقول لك انت الانا احنا اللي نطلعك احنا اللي نقول عليك انت اللي سعرك يزيد في أفريكا ويزيد في أوروبا ويزيد في أي حتة وطولة ترحل انسى محمد صلاح محمد صلاح ده كويس نحو بيعب في فرقتك لازم تفرح به لازم تبقى ماشي وراء اللي بيتزنق فيه تروحي انت انيني جاب جون ازاي لما كله بيروح عليه راح عملها له كده راح تجيبه جون وده اللي خلانا احنا اول مجموعة التصرفات دي لغة الاحترام لكل لعب انا بحترم امكانياتك ولو انا عرفت امكانياتك واحترمتها انت تقدر تنتج في الملعب كويس قوي يعني انت مش هتقدر تاخد السروب باس بتاع محمد صلاح ده كم في المية من شكل قاوم المنتخب اللي شفته في كاس العرب تراهن انه يكون موجود في امم افريقيا وفي تصفيات كاس العالم 70% لما اكمل ملعبتي ترجعلي الثلاثة اربعة اللي انا بتمنىهم يعني بقوا في حالة كويسة 70% 70% تراهن عليهم اكتر في كاس العالم وتراهن عليهم اكتر في امم افريقيا المطش اللي هو مطشين بتوع كاس العالم اللي مش عارفين هنلعبهم مع مين دول لا اراهن عليهم في كاس العالم هيكسر تراهن عليهم في كاس العالم مصر تقدر توصل كاس العالم ان شاء الله اه لو اخفق كيروش في بطولة ام افريقيا مع ولا ضد استكماله المسئوليته او المشوار تبقى مش مكتوب لك يعني اه يعني مش كيروش مش كيروش انا عمري ما قلت المدرب هو عمري انا العيب بصنع المعجزات في الملعب كان عندنا الله يرحمه كابتن جوهري كان بياخد منك اه اكتر حاجة عندك كان بيعدك اعداد نفسي للمباراة تنزل بتقسر الدنيا تنزل يخليك تجبرك تطلع احسن ما عندك اللي انت بتقوله ده ما ربط الفرص لحقك قلته مع كابتن جوهري انا حسيته في يعني مرحلتين مهمين جدا في تاريخ الكرة المصرية الاولى تقاول كاس عالم 90 التانية بيكي نفسه 98 ومحترام يعني ما كانش في ماشي في تطشق كاس العالم 90 دي اللعيبة اللي هي انت كنت بتراني عليها كان في اندرات بيطلعوا روح بيكسروا الجزائر كتقدك عشر مرات صحيح الفرقة كلها كتقدك فنروح ليه جزائر منروح هولندا هشام يكن كان بيدفع على خمسة الواحده بروح وقتله وبيموت نفسه ربيع وعحمد رمزي الناس دي لعبة قدام هولندا بي جبروت هولندا بطل أوروبا بجبروت الجوهري وازاي فهم اللعيب المصري وازاي بيديله الخطة اللي تناسبه وبيتهيق لكابتن شريف هتتفق معين وده برضو كان سر من أسرات تتويج مصر بأم أفريقيا ستة وثمانية وعشر الروح لا الأهلي بقى لا لا يعني ستة وثمانية وعشر ده لا بسكت الشريف وسكت وأمانة المدير الفني في مؤسسة الأهلي فاعتمد عليها تماما وطعامها بقى بالتلاتة أربعة اللطاف اللي موجودين يعني كان فيه معاهم زيدان كان فيه معاهم حسن أنا بقولك تلاتة أربعة عمر زاكي كان فيه تلاتة أربعة في الحكاية لفت بس شوف أسماء النجوم قد ايه يعني شوف لما تيجي تبص المنتخب مصر في الفين وستة وتمانية وعشرة وتشوف في كل مركز وهزوا أفريقيا تفاكر جده أيوة هنا بقى تفاكر جده طبعا هداف الفين وعشرة كله ماتشو جول تلت ساعة جول ربع ساعة ده مدير فاني ده المدير الفاني اللي انتك بساني عنه بس جده بيجيب جول ايه وهو جنب أحمد حسن وزيزو وراد متعب ما كانش فيه إيجو لحاج بتتكلم عليه من شوية ما كانش فيه إحساس الآن ده ما كانش فيه كنتحاس أنه الناس كلها تبقى ينركب على إمكانيات زدان إمكانيات متعب زدان يدي متعب عارف أنه أروح ياخد الكرة دي عمر زاقي بيهد أي بجار يومين وشماله شوف أنا حافظ الماتشاط وشايفها قدام عيني لذلكت أنه ما استعم بحسام حسن خلاصله في مباراة ضد الكرة لما تجب بهدف يعني كل الرؤى وكل الاستعدادات الروح دي موجودة في المنقل في المنتخب الوقت اللي أنت شفته ومسؤولات مين مسؤولات كيروش حاولها لك بس روح كيروش للعيبة دي حاسد بقيمتها كويس إمكانياته إيه بقى زد حسين فصل كده وأن أنت صيادته وعملته قبل ما الدنيا تبتدي خدت بالك الدال ومساحة قال له ألعب قريني كرة اللي عندك ادي له الثقة اللي أنا بايدور اللي المدرب فيه لعيبة محتاجة قال له أنا شايفك لعيب كرة شال من عليه لعيبة بتشوشر في الملعب خدبانك فيه لعيب يقول لك سلمنا أنا شاف أعمل لنا وقفش فيه لعيب يحسبها أهلي وزمالك أنا أشوته أنا أعملها هو لا هو يبدو أنك شفت ده حط مهند حط مهند وحط حسين فصل وحط مرورة الحمدي أنت قاعد تدور دلاتي قاعد تدور على حد خدت بالك مش لايه حد من الكبات اللي هم يعني بينزول ملعب أنا اسمي موجود يعني وأنا اللي أوجه وأنا اللي أعمل حركة وأنا اللي هو الرجل تران على مين في الحتة دي الحتة اللي نقصه لو موجودة أنا راهن مع حضرتك على أم أفريقيا وعلى كاسر العالم تران على كابتن ضيع ومعاه شوقي وحضري لو كمله يعني ولا تران على كيلوش أنا مش عارف ما عنديش معلومة أنا بقول له يعني ولا مستر كيلوش دي مسؤوليته الأولى والأخير كنا قولنا قبل جدا مساحة كيلوش بيديها للجهاز للجهاز الفاني المصري بالتدخل والكلام من ده هل أعداد داخل الملعب والكلام من ده وصمعان الكلام ولا هو بيعتمد على الناس الأجانب اللي معاه ولا ولا دي مش بتاعتنا دي نعرفها من لو أنت دير تجيب حد من الجهاز الفاني وإن المساحة اللي موجودة له في الشكل اللي هو بيعمله أنا حقول لك على حاجة أنا يعني براهن على الشباب يديني لعيب عنده 22-23 سنة لعب أولمبيات وعمل نتائج على الشحن يا كابتن شريف أنا براهن على الشباب ينزل ملعب أنا محمد صلاح ده مش عايز لعيب زي عبدالله السعيد خدت بالك عنده كم سنة دلوقتي لا عبدالله كبير دلوقتي 36 36 سبعة مش أنا عايز لعيبها الرنينج عايز لعيبها فرسان يعوضوني الولاد بتوع الجزائر والقوة والبدانيج عايز اكول أنا بكرمك الحقيقة أنا عايز لعيب كومبيتشن طف اسبرينت أطير معاه واجيبها وتزحلق وهتطلحها لعيب تاني بيستلم وبيشوف صلاحه ويبعتها له أنا عايز حقيقة عايز أتمنى عايز حقيقة أنا ما يعني ما منفقش في نفسي قوي عشان أنا اسمي اسمي كبير قوي ونتائجي أحسن أتائج في أفريقيا وأنا ما عنديش واقع أتسند عليه أتسند عليه غير شبابك هم اللي هشلوك عايز أسألك سؤال أخير لي علاقة عصيبة اللي أقفل منتخب بكده واروح لمشوارنا في أفريقيا مشوارنا لأفريقيا جاي في توئيد صعب جدا 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 بصرف النظر عن فرصنا وحظوظنا وسكوادنا العالمي لكن جاي بعد مشاركة عدد كبير اللي لعبتنا الدولية في بطولة أفريقيا وعقب بدايته بعد مشاركة الأهلي في بطولة أسعم الأندية مع نتمنىهم أصعب ثلاث مطشوط أتمنى أن نلعب ثلاث مطشوط بعد ما أشوف أول مباراة من نيجيريا هبقيا بلوهر لك الحكاية إحنا بغتك يا وبخيت أنت كل مباراة بتلعبها بغتك يا وبخيت رأيك في أن الراجل ما لعبش حتى مطشودي الراجل كمان أنا مقدرش ده جايف فيري شورت تايم أنت بتحاسب كيروش على أنه بقاله سنة معك أو سنتين ما كملتش ده كيروش ولا هو ولا غيره قادر حزبه تبتحاسب حسامي بدري على مطشين يتعادل بواحد لولا النقطة اللي تعادلها دي خدت بالك ورجع بيها ما جدش هتبقى الأول أنت كرباجك قوي قوي فأخذ حقك من الناس إنما ما بتيجي تدي حق الناس السوشيال ميديا الله نور يعني تنسفه لك في ثانية فحرام يعني كيروش أنت النهارده قاعد تقوله أنت أنا نفسي كل واحد فينا مع الميكروفون ومع الرؤية ومع خبرته ويتمناها كما هو يتمناها طب أنا ما روحش ليه مكان كيروش والله كابتن الشريف أنا ممكن أمسك المنتخب ده وعندي أحساس كبير جدا أنا ممكن أقدم كرة أفضل والله إلا وأنا وإنت وده سعور 100 مليون مصري هتلعب على جنوريشين الأديم سدقني على اللي تعرفه اللي عنده كرة مش هتتعب زيه مش هتتعب زيهم أنا بقى حرام يعني الطقم اللي معاه ده حرام يعني أنا مش هتتعب زي الناس دي الناس دي بتتعب جميع ده يا جماعة كرة المصريين دايما كرة المصريين لا في الخطة ولا في التك تك في الروح قبل أي شيء إذا وجدت الروح بتعود فوارق كتيرة جدا قبل ما تغدني وتتلعب بيها بعيد إيه إنت بالك قد ما شفتش في رقيتك بتروح على الجنب الشاك عشر سنين عرفت بقى يبا الراجل يعمل تفرق الراجل ده جاب لك لعيبة تعرف تشوت تعرف تلعب برأسها حنيس فهم أم أفريقيا عشان كده بقول لك أنا ماليش جارانتي لأي حاجة ايه ايه نورتنا وشرفتنا برسي وجود لك للوقت الوقت معك بيجري هوا لا إحنا متفقلين بالموسم تبقى تمد في الوقت وتبقى أنت تأثر في البرومو بتاعك عناية لاتنين تأمرنا يا كابتن سليف نسعد بيك دايما ونسعد بحضراتكم على شاشة الأهلي يا رب سنة جديدة بالخير والسعادة وبالنجاح والتوفيق والبطولات للنادي الأهلي والكل الأهلوية في كل مكان بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله على شاشة النادي الأهلي دايما في السادسة